انتشر خلال الساعات القليلة القادمة جواب مفبرك مرسل من النادي الاهلي ومن الادارة التنفيذية الى اتحاد الكرة المصري زي ما احنا شايفين سيد وليد العطار مدير التنفيذ الاتحاد الكرة المصري تحية طيبة وبعض الجواب ده المفبرك ده كأنه مرسل من النادي الاهلي الموضوع بشأن مباراة السوبر المصري عشرين اتنين وعشرين بدولة الامارات الشقيقة حرصا من النادي الاهلي دوما ان نحافظ على الشكل العام بما يليك بكرة المصرية نحيطكم علما اننا نسجل اعتراض النادي الاهلي على ارتداء النادي المنافس نادي الزمالك للزي الأزرق الكامل في مرات السوبر كذا كذا في دولة مرات واستنادا للفقرة رقم ثلاثة من القانون رقم اربعة من الاحت النظام الاساسي للفيفا والتي تكر ان يرتدي الفريقين زي مختلف وان ارتداء الزي الرسمي حق لصاحب الارض في المباراة بصفة صاحب الارض وان النادي الذي يرتدي الزي البديل هو الفريق الضيف لذلك نحيطكم علما ان النادي لا يسيرتدي القميص الاحمر والشرط الازرق والجوارب الحمراء في هذه المباراة وتحت ماضي مين بقى القائم واستنى شوية القائم باعمال المدير التنفيذي الدكتور سعد شال اولا اولا النادي الاهلي ما عندوش قائم باعمال المدير التنفيذي بقلنا سنة ونص النادي الاهلي عنده مدير تنفيذي فدي اول فبركة واول كدب في هذا الجواب المرسل لاتحاد الكرة اللي انتشر على السوشال ميديا وده بيصدر عشان يحط العيبة النادي الاهلي وإدارة النادي الاهلي وإدارة التنفيذية ان احنا نقعد نتكلم وبالبلة وما يكونش فيه تركيز المباراة لكن النادي الاهلي كانت تنسى يا عبد الحفيظ عجبني جدا من بداية الموسم فاصل الفرقة تماما مفيش كلام كتير مفيش راغي كتير كولر عجبني انه قافل على الفرقة وهو ده السياسة اللي حطها النادي الاهلي من بداية الموسم عايزة ارد هرد في الملعب ممكن ارد في بعض الوقات بس لما يجيلي الوقت المناسب لانا ارد عليك مش هتفرق دايما للرد انا مركز لهدفي الاساسي علشان كده النادي الاهلي مش هينساك ورا الخطابات ورا الجوابات اللي كلها كدب وشعات موسيقى